بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده نتكلم على طريقة تحويل برنامج الورد من عربي الانجليزي أو من انجليزي العربي حاليا أنا عندي برنامج الورد هفتح لف الورد عند البرنامج مفتور عند البرنامج عربي عايزة حولوه للغة الانجليزية باجي عشان حولوه بضغط على كلمة ملف وباجي تحت ألاقي هنا كلمة خيارات بيجيب لي هنا اللغة بضغط على اللغة عندي هنا مكتوب لي اللغة الاولى اللي هي المفضلة العربية أنا مثلا عايزي الانجليزية بضغط على الانجليزية وباجي هنا لازم اضغط على تعيين كمفضل عشان نحوله للغة الانجليزية يبقى تعيين كمفضلة بقت كنا للغة الانجليزية وبضغط موافق بعد كده بيطلب مني بيقول لي إعادة تشغيل الأوفيس لتصبح التغييرات اللغة سريع بضغط اوكي وبارجع افتحه مرة تانية هيتحول للغة الانجليزية فعلت او باجي افتح تاني مرة تانية الورد هيطلع باللغة الانجليزية وهي ادي الطريقة طيب لو انا عايز احوله مرة تانية للعربية دلوقتي بقى عندي باللغة الانجليزية بقى اجي نفس الخطوات بس مع تغيير اللغة بقى اجي على كلمة اللي هي خيارات بعدين بختار اللي هي اللغة باجي هنا اللي هي اللغة المفضلة هيا للانجليزية عايز انا العربي بضغط على العربي لازم اتغط دي دي مهمة جدا سيت اس بريفير يعني كلغة المفضلة بقت هنا طلعت للعربي بضغط اوكي طبعا الويندوز هيتطلب مني ان اقفل البرنامج وفتحه اعمل له ماشي اوكي هده بقفل البرنامج هو حالان انجليزة او لما هقفله وفتحه هيتحول العربي قفلته اوه باجي بقى افتح مرة تانية اتحول البرنامج العربي وكده يبقى اعرفنا ازاي نحول برنامج الورد من عربي الانجليزي او من انجليزي العربي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته